السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الصناعية قسم التركيبات والمعدات الكهربية مرحبا بكم في إحدى حلقاتنا من التلفزيون المصري قناة التعليم الفني أبنائنا وبناتنا أسأل الله مساءكم أو صباحكم على حسب ما توجدون النهاردة إن شاء الله سنكمل مع بعض مادة الآلات الكهربية والوقاية مادة الآلات الكهربية والوقاية أبنائنا وبناتنا بالنسبة لنا حتكون تكملة لباب المؤلدات التوافقية وقلنا باب المؤلدات التوافقية عملنا فلاشباك في الحلقات السابقة وقلنا عليها الكلام دوت حيكون في شرح وافي لكل أجزاء المنهج وحنشوف دلوقتي مع بعض إحنا كنا وغدين بعض الحاجات اللي إحنا قلنا عليها وكانت قلنا التركيب بتاع المؤلد وخدنا نظرية العمل وخدنا كمان طرق التغذية ومعامل التوزيع ومعامل الخطوة وشرحنا باستفادة كمان الفرق بينهما ومميزات وعيوب كل منه كمان شرحنا مع بعض الحلقات السابقة والحلقة السابقة مباشرة ألا وهي معادلة القوى الدفع الكهربية في المؤلدات التوافقي وكنا قلنا إن فيه سؤال هذا على هذه المعادلة وشرحنا فيه وجبنا المسائل وقلنا فيه سؤال حننتظر إن شاء الله الحلقة القادمة ألا وهي اليوم إن شاء الله السؤال ما هي العوامل ما هي العوامل التي تتوقف عليها استنتاج معادلة القوى الدفع الكهربية أو ما هي العوامل للتوقف عليها استنتاج القوى الدافع الكهربية في المؤلد التوافقي السؤال بهذا الشكل كان الإجابة بتاعته اللي هي نهاية الحلقة السابقة إيه هي معادلة القوى الدفع الكهربية قلنا حين أخذ معانا الفد المناطيسي التردد عدد اللفات لكل وجه معامل التوزيع ومعامل الخطوة بالإضافة إلى معامل الشكل طب ليه حضرتك يا ميستر قلت السؤال في بداية الحلقة لإن إحنا وإحنا بنشرح فيه سؤال مشابه لي مشابه في السؤال لكن الإجابة تختلف السؤال حنقوله بعد إن شاء الله دي تين أو تلاتة ما هي العوامل التي أو المؤثرة في جهد المؤلد التوافقي يتباهى إلى زهن أبنائنا وبناتنا إن القوى دفع كرابية بالفولت وجهد المؤلد بالفولت فالتنين إجابة واحدة تفري كتير جدا وإن شاء الله بالتوفيق لكم أبنائنا وبناتنا بالنسبة لنا في المعاهد وكليات بإذن الله بعد انتحانات الدبلوم هتفري كتير جدا في المعادلات وفي الأبحاث التي تعملها على هذه النقطة السؤال بتاع النهاردة اللي بدأي لنا بالحلقة العوامل التي تتوقف عليها استنتاج القوى الدفع الكرابية في المؤلد التوافقي شاشتنا الجميلة نطلع لنا الإجابة مباشرة وحنشوف مع بعض الإجابة بتقول إيه هتقول لي أولا معامل التوزيع ومعامل الخطوة التردد الفيض المناطيسي عدد اللفات لكل وجه معامل الشكل للموجة الجايبية ملاحظتش حاجة هي بنود معادلة القوى الدفعة الكرابية اللي هكتبها لحضراتكم نذكر بيها حضراتكم فيها الإي أم أف هتساوي أربعة أربعة واربعين من مية الفاي الاف الز الدي اف البي اف معامل الخطوة معامل التوزيع عدد اللفات لكل وجه التردد الفيض المناطيسي الناتج اللي أربعة واربعين من مية من معامل الشكل ابنان وبناتنا احنا بدأنا هذه الحلقة بهذا الكلام على اعتبار ان حضراتكم ان شاء الله هتخشوا فيه او هنشرح مع بعض السؤال السؤال اللي انا قلت الحضراتكم ديتين وحنسأله مع بعض ما هي العوامل المؤثرة في جهد المؤلد التزامني وانا هتبهت زيننا ان الجهد بالفلط والقوات دفع الكرابية بالفلط صح صح العوامل المؤثرة في جهد المؤلد التوافقي لو حضرتك تذكرت قانون فرضاي اللي احنا شرحنا مع بعض اذا قطع موصل ساحة مناطي صح تمام فاكرينه يبقى اول حاجة هتبصلها كده هتقول لي طيار التغذية اللي هو الطيار المستمر بربع عليك يبقى اول حاجة هتأثر في جهد المؤلد سواء بالزيادة او بالنقصان زيادة طيار التغذية الا وهو الطيار المستمر او النقصان رقم اتنين رقم اتنين سرعة الالة المديرة احنا قلنا قانون فرضاي يعتبر رفرس بالنسبة لنا في شغل مادة الالات كلها يبقى اول حاجة الحركة رقم ليسورية الالة المديرة رقم اتنين طيار التغذية رقم تلاتة ودي اللي جديد على حضراتكم اللي هو نوع الحمل احنا عندنا ان شاء الله زملائنا الافاضل في المدارس حاليا دخلين على شرح تجارب المعمل التجربة الاولى والتجربة الثانية اللي هي حالة المؤلد او تشغيل المؤلد في حالة اللي هي حمل ثم حالة الحمل الكامل معنى ذلك ان حضرتك عايز تقول لنا ان نوع الحمل مؤثر على جهد المؤلد التوافق صح يبقى اول حاجة الحركة اللي هي سورية الالة المديرة وإحنا خدنا انواع الالة المديرة تمام الاربعة تمام وطيار التغذية وخدنا طرق التغذية فعلا اربع طرق فعلا التغذية الخارجية والنفسية والمركبة وبدون فرش صح ايه تالت اللي نوع الحمل نوع الحمل احنا درسنا هذا الكلام فيه السنة اللي فاتت في الصف الثاني عندي تلت انواع من الاحمال احمال مادية واحمال حسية واحمال سعوية الاحمال المادية زملائنا قالوا عليها ايه اللي هي اللومد التنجستن اللي هي اللومد الصفر بتاعتنا بتاعت زمان طيب والاحمال الحسية المواتير مطور الميا مطور التلاجة مطور الغسالة ليه؟ لوجود فيها الملف الملفات تعتبر احمال حاطفية اما الاحمال السعوية التلفزيون التلفزيونات كلها عبارة عن بعض المكسفات الكثيرة معنى ذلك هتفرق 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 الكلام ده لما نيجي ندرس حالة المولد الدينامو الجنريتور في حالة الاحمال مرة نشوف الحمل المادي مرة نشوف الحمل الحسي ومرة نشوف الحمل السعو يبقى احنا اخدنا العوامل المؤثرة في جهد المولد التوافقي واحد سرعة الالة المديرة رقم اتنين طيار التغزية رقم تلاتة نوع الحمل طيب رقم اربعة قيمة طيار الحمل قيمة طيار الحمل قيمة تؤدي ايه بالنسبة للاحمال تعالوا نشوف مع بعض كده الشاشة هتقول لنا ايه اول حاجة اللي هتحالنا سرعة المولد تزيد قيمة القوى الدفع الكاربية الاماف المستنتجة كلما زادت سرعة الالة التي تدير المولد وتهبط كلما نقصت السرعة رقم اتنين طيار التغزية تتوقف قيمة القوى الدفع الكاربية الاماف المستنتجة على قيمة طيار التغزية للاقطات تزيد وتهبط بذيادة ونقص طيار التغزية رقم ثلاثة قيمة طيار الحمل عند زيادة طيار الحمل يزيد الفقد في الممنعات التوافقية والمقاومة المادية للمواصلات وبذلك يقل الجهد على اطراف رقم اربعة نوع الحمل نوع الحمل حطنا تلات انواع الحمل الاستنتاجي او التأثيري الملفات الطيار يتأخر عن جهد بزاوية تسعين معامل قدرة متأخر الحمل السعوي المكسفات الطيار يتقدم عن جهد بزاوية تسعين قدرة تقدم الحمل المادي معامل القدرة يساوي الوحدة الوحدة اي الواحد الصحيح تقريبا الكلام ده سقنا الى المنحنة المنحنة قدام مننا شاشتنا طلاتهم لنا قدام مننا تأثير معامل القدرة على جهد المولد هو بيدرس العلاقة بين مين ومين بين طيار التغذية او طيار الحمل طيار الحمل وجهد المولد انسب طيار للتغذية بطلعه من تجربة اللاحمل انسب جهد للتشغيل بطلعه من تجربة اللاحمل بشغل المولد بدون طيار تغذية بلاقي جهد على اطرافه صغير وده هنشرح نتيجة المناطسية المتبقية في ملفات الاقطاع ثم نبدأ نغزي طيار ملفات الاقطاع بالطيار المسل لو انا حملتي با هنا ده انسب جهد مكتوب على الالة اللي حضرتك هتشتريها او هتصنعها او هتشتغل بيها مثلا خمسة امباري ديني بيضبول دي معمول لها تجربة اللاحمل لو انا حملت الحمل المادي هتلاقي الجهد خد بالك كده بزود طيار الحمل بزود طيار الحمل الجهد بيقل اقول له كوزين فاي بتساوي واحد حمل ايه حمل مادي معنى ان ارد فعله عضو الاستنتاج الناشئ في ملفات المنتج نتيجة مرور طيار بها يضاد قليلا طيار الاقطاب وبالتالي كلما زاد الحمل قل جهد الاطراف بالصورة صغيرة طب لو حملت مواتير مواتير المية يبقى انكوزين فاي اقل من الواحد الصحيح يبقى هنا حمل حسي الجهد بيقل جامد معانا يا دوبك اول مبدأ الحمل الجهد عمالي اي طب لو حملت الحمل الحس الساوي هتلاقي الجهد هنا بيزيد الحمل الساوي اللي هو التقدم بتاعي كوزين فاي اكبر من الواحد الصحيح ده منحنة العلاقة بين طيار الحمل وجهد المولد التوافقي في حالة الاحمال عندي كم نعم الاحمال برافو علي حمل مادي وحمل حسي وحمل ساوي التلات احمال شاشتنا مطلع المنحنة على الكادر بتاعي هنا بالنسبة لي بالالوان وموضح هذا الكلام وهنعيده من تاني خد بالك ان الباور فاكتور بالنسبة لي ايه اللي دي جهد هنا تقدم يبدأ حمل ساوي برافو عليك طيب وهنا معامل قدرة ومساوية للوحدة يبقى حمل مادي تمام هنا معامل قدرة مال ومتاخر يبقى الحمل بتاعي بالنسبة لي حمل حسي اللي هي مواتير الميا طيب لو دخلنا بعد كده سؤال اسألوا لحضراتكم يعني هي الاجابة طلعة على شاشتنا ولكن عايز اقول حاجة بالنسبة لو انت رجل المرور ما نظمش المرور في الشارع ايه لا يحصل لو انت رايح مشوار في ربعي ساعة هتاخده في ساعتين مجهود ومال وشغلانة ثانية طيب لو انا قلتلك ان مبنى مذبيره على سبيل المثال الدينمو بتاعه او المولد اللي احنا بنزيع منه حاليا مية كيلو فولتا امبير هل الطاقة الكاملة المية كيلو فولتا امبير يشغلهم الصبح ولا اخر النهار هتقول لي لا ده اخر النهار اقول لحضرتك ناشي طب لو انا شغلت بالطاقة الكاملة المية كيلو كلهم الصبح في بعض الاجهازة هنا ممكن بتتلف صح? ولو جيت سبت زي ما هون مية كيلو وروح تمشغل بالليل الجودة يبتدي ايه? يقل اللي احمال زادت طب نقرب بوجهة النظر حاضر حاضرتك في المنطية بتاعتك ايا كانت منطيتنا بجمهورة مسل العربية ربنا يحميها يا رب بلدنا جيت في المنطية بتاعتك الطاقة الكاملة الشبكة الكاملة كلها جات معاك جيت تنور الصبح انت محتاج كم كيلو هتقول لي محتاج اربعين من المية يا دوبك دي الاضاقة بسيطة طب محتاج المية كيلو وانت هتقول لي ساعة ستة اخر النهار من ستة لغاية عشرة الاضاقة كاملة الشوارع المحلات الورش طب حضرتك لو شغلت المولد بالطاقة الكاملة طول النهار هيحصل ايه? برافع عليك الكفاءة هتقل والجودة عندك مش هيبقى مزبوط ولذلك لابد ان احنا نعمل عملية تنظيم تنظيم جهد في المولدات انظم بمعنى الصبح او صباحا بيكون الكمية بتاعت بتاع المولد عايز كيلو بولتا امبير معين واخر النهار عايز زيادة يبقى هنا بعمل عملية تنظيم للجهد ولذلك العنوان اللي طلع على شاشتنا هنا ايه? تنظيم الجهد في المولد التوافقي تعالوا نعرفه مع بعض يعرف تنظيم الجهد في المولد التوافقي بانه اخد بالك من الكلمتين فرق الجهد بين كل من الجهد المتولد والجهد الطرفي محسوبا كنسبة مقاوية من الجهد الطرف المعادلة الرياضية بتاعته هي الاي بتساوي نائس او بتساوي نائس الفيتي على الفيتي الاي اللي هو الجهد المتولد اللي هو اللي هيستفيد والفي توتالي اللي هو الجهد الكل خب بالك من الكلمتين طالعين ازاي معنا تتغير قيمة تنظيم الجهد بتغير الاحمال ركزنا على المؤلد التوافقي ففي حالات معاملات القدرة المتقدمة تكون قيمة الجهد سالبة بينما تكون موجبة في حالة معاملات القدرة المتأخرة يجب تحديد معامل قدرة عند الحديث عن تنظيم الجهد في المؤلدات التوافقي ما لاحظتوش بداية الحالة كنا بنتكلم في ايه في الاحمال المادية والحثية والسعوية مؤثرة ولا مش مؤثرة طبعا مؤثرة في قيمة الجهد اللي طالع مؤثرة في قيمة كيفية تنظيم الجهد تنظيم الجهد بالنسبة لي لازم يكون اعرف نوع الحمل ده معنى ذلك صح هقول هنا مميزات تنظيم الجهد في المؤلدات التوافقية اهميته ايه والمتاعب اللي تترتب عليه ايه اهمية تنظيم الجهد مميزات تنظيم الجهد المتاعب اللي تترتب عليه عدم تنظيم الجهد بيتسيب المؤلد شغال 24 ساعة الدينة مشغال 24 ساعة ايه اللي يحصل تعالوا نشوف الاجابة والسؤال على شاشتنا هنا بتقول ايه اذكر اهمية تنظيم الجهد في المؤلدات مع بيان مميزات تنظيم جهد المؤلدات والمتاعب التي تحدث نتيجة عدم تنظيم الجهد في المؤلد السؤال بيتركب من ثلاث سياغ اهمية تنظيم الجهد بص الاجابة على طول ازاي اهمية معامل تنظيم الجهد في المؤلدات المتذنة واحد يعطي فكرة عن مدى التغير في الجهد على اطراف المؤلد الجهد ازاي او قل يعطي فكرة عن مدى استقرار جهد المؤلد الجهد سابت يبقى الاحمال سابتة الجهد تغير القراءات اللي عندي المؤلد او الفولتاميتر او الواطميتر في الاجهزة اللي موجودة هتبين انا بنظم على اساس ايه زيادة حمل والاقل الحمل سابت يبقى الاجهزة عندي القراءة سابتة طيب لو انا جيت قلت لك مميزات تنظيم الجهد لو قلناها كده مع بعض لو انا نظامت الجهد كويس الجهد عندك في البيت او في المنطقة او في الورشة او في المصنع هيبقى عامل ازاي هقول له اول حاجة لو اداني اربعين كيلو فولتا امبير من المية وبرجع اداني المية اخر النهار الجهد بتاعي يبقى ثابت صح لكن لو شغلت المولد بالمية كيلو كلهم الصبح وبالليل الصبح هيشتغل كويس قوي وبالليل الجهد هيقل لان المولد هيتعب صح يبقى اول حاجة الحفاظ على استمرارية التغذية للمستهلك بجهد سابق رقم اتنين عدم او هنا بنقول الحفاظ على اجهزة المستهلك من التلف الحفاظ على اجهزة المستهلك من التلف رقم ثلاثة الحفاظ على كفاءة تشغيل المولدات لفترة طويلة بنقولها بالبلد كده بريح وزود ما بزودش على طول رقم اربعة القضان العمومية اللي متحمل على الشبكة العمومية كلها القضان العمومية لما ده هنا بنقول بيريح شوية بياخد اربعين كيلو بياخد شميك كيلو القضان العمومية هنا بحافظ عليه القضان العمومية تشمل جميع شبكات مصر كلها محطوطة على قضان متصلة ببعضها عن طريق انترون معين تعالوا نجاو احنا قلنا هنا اهمية معامل التنظيم بشوف التغير في الجهدي في حالة الاحمال رقم اتنين بشوف استقرار المولد في التحميل تعالوا نشوف بقى هنا الاجابة التانية عيوب عدم التنظيم طبعا المميزات انا قلتها تعالوا نراجع كده العيوب هللاقيها عكس المميزات تلف قضان التوزيع العمومية في المحطة من طيارات القصر او طيارات الدائدة احنا قلنا القضان العمومية اللي متحمل عليها جميع المولدات رقم اتنين خروج المولدات او فصلها من التوافق تتلف رقم تلاتة انقطاع الطيار او عدم استمرار التغذية للمستهلك بجودة سابق رقم اربعة تلف اجهزة المستهلك المميزات عكس العيوب تماما اهي على طول زملائنا على طول طلعها مميزات تنظيم الجهد في المولدات التوافق حماية القطان التوزيع العمومية في المحطات من طيارات القصر رقم اتنين استمرارية التغذية للمستهلكين بجهد سابق رقم تلاتة استمرار اتزان جهد الشبكة وعدم خروج محطة التوليد من التوافق توزيع القدرة الغير فعالة بين المولدات ايه رأيكم في الرسمة اللي تلاقات لنا ديت انت هتنظم الجهد ازاي السؤال كيف تم تنظيم الجهد في عندي عدة طرق لتنظيم الجهد بس سؤالي اللي حضرتكو ننشط بيه الذاكرة انت هتنظم الجهد تتحكم في مين انت عاوز تزود الجهد او تقلله تتحكم في مين لو قلتلي تحكم في سرعة الالة المديرة هقولك صح بس ليه تتحكم في الالة المساعدة بتتحكم في الالة الرئيسية انت شغلك كله على مين الدينامو بتاع الجنريتور تب بتتحكم في المولد نفسه هتقول لي اتحكم في المولد نفسه لأنه الحملة مقدرش اتحكم فيه لان الاحمال متغيرة وقيمة طيار الحملة ده حسب الاستهلاك يبقى فاضلي ايه برافو عليك طيار التغذية اتحكم في قيمة طيار التغذية ليه ارجع اقولك من ثلاث دقائق العوامل المؤثرة في جهد المولد التوافقي كنا قلنا سرعة الالة المديرة قلنا يعني ما تحكمش فيها لاني خارجيين رقم اتنين طيار التغذية اللي هو الطيار المستمر الطيار المغزي الى ملفات الاقطاب لو انا اتحكمت في الطيار اتحكم في قيمة الجهد اللي على اطراف المولد ففيه عندنا منظم الجهد براون بوفيري اسم كده الراجل اللي اخترى براون بوفيري او في بعض الكتب بوفيري الراجل ده عمل ايه قال تب انا بقى هتحكم يدوي بالمقاومة هفضل كل شوية لعامل داخل طالي على المحطة انا عايز اتحكم وتماتيك بحيث يتأثر بتغير الحمل سواء بالزيادة او بالنقصان فاخترع هذا الجهاز اللي طلع على شاشتنا وتعالوا نشوف مع بعض تركيبه عبارة عن اين دي ملفات الاقطاب الرئيسية للمؤلد صح ودي القطبان العمومي تمام ملفات المنتج الرئيسية ودي ملفات الاقطاب للمؤلد الرئيسي طبعا احنا هنا مش حطين دايرة على ملفات الاقطاب احنا هنا بتتكلم على براون بوفيري ثم المؤلد المغزي المؤلد المغزي طيار مستمر اه عارفين مدام قلت مؤلد له ملفات اقطاب تحت منه على طولين دي الدائر الرئيسية حتى في مدة الرسم بنرسمها ملفات المنتج ثم ملفات الاقطاب ثم المغزي المغزي عن طريق بطريق او مولد تار مستمر ايا كان هنا المغزي عندي مولد تار مستمر توازي قادي مولد ترمو السمر وقادي ملفات الأقطاب جي هنا عملين قال لي في هنا ريو ستات اللي هي المستطيلات الصغيرة دي ريو ستات اللي هي مقاومة متغيرة بتحتك مع ريشة اللي هي واحد واثنين الرشتين بيدوروا عكس بعض واحد بتدور عكس التانية مرتبطين مع ملف متحرك على قرسم الألمونيوم اللي هو الدائرة اللي في النص ده وده المؤشر يبين مدى الزيادة والتدريج او الزيادة ونقصان على التدريج تمام تمام في هنا ياي لعمل عزم التحكم وعزم التسكين مش كده ولا ايه خدنا الكلام ده في الصف الثاني ثلاث أنواع من الأزوم عزم التحكم وعزم الفرمالة وعزم التسكين طيب تعال بقى هنا دي عزم الانحراف كمان ده مغناطيس خدت بالك متصل بمين بمحول الجهد طيب ومحول الجهد رايح فين جاي من الشبكة معنى ذلك معنى ذلك ركزوا بقى معنا شوية هنا هنقول ايه لو الحمل هنا الضغط اللي خارج من المولد مناسب للحمل هتلاقي نسبة المحول على الملف المناطيسي قادرة تحكم الملف المتحرك النسبة بتاعته مزبوطة الرشتين سبتين اللي هما اس واحد واس اتنين دول سبتين يبقى طيارة تغزية مناسب طيارة تغزية الملفات الأقطاب مناسب الجهد مناسب للحمل كله تمام طيب عايز افطرد فرض انا جيت هنا زودت الحمل الجهد يبتدي برافو عليك ايه الحامل ايه هنا نسبة محول الجهد هتقل وبالتالي مش هيبقى قادر المناطيس دو اتعلى التحكم في هذا الملف هيبتدي يتحرك يدور سواء شمال او يمين طب دار شمال هيبتدي يخرج يحرك ليش يخرج جزء من المقاومة ايه ده بيقلل المقاومة اقولك اه هيقلل المقاومة طيارة تغزية يبتدي ايه يزيد اما طيارة تغزية يزيد القوة دفع القرابية يزيد عشان تناسب الحامل اللي زاد نقولها تاني هي عملية عكسية عملية مغناطيس انا جودة عندي سليم الرشتين والملف المتحرك وقفين في النص على الجود وطيارة تغزية مناسبة والدنيا تمام جيت انا اخر النهار زودت الاحمال المولد عنده محاول الجود وفيه دلوقتي كوندكتورات بتحس بالتغير هيبتدي يد اشارة ده الجود قال الجود قال هل الملف المتحرك اللي هو محسوب بيه بالمغناطيس دوت هيفضل تثبت ولا يتحرك لا يتحرك وهو بيتحرك بيعمل ايه بيخرج جزء من المقاومة اللي عن طريق ليه شانب تحرك طب لما يخرج جزء من المقاومة قيمة المقاومة بتاعت تقل طيارة تغزية يبتدي يزيد يبتدي القوة دفع كرابية على اطراف المولد تزيد وهكذا معنى ذلك على عكس صحيح طب لو الاحمال قلت يبقى الجودة عندي يبقى عالي اخاف على مين على المولد واخاف على مين على اجس المستهلك على طور نسبة محول الجودة تبتدي تقل وبالتالي يزود المقاومة لما زود المقاومة طيارة تغزية يبتدي يقل الجود يقل يرجع لوضعه الطبيعي المناسب للاحمال المناسب للاحمال منظم الضغط براون بوفري تركيبه عبارة عن ايه لو انتو متذكرين الرسمة معانا عبارة عن مقاومات متغيرة ريس التات ريش متحركة مرتبطة بملف موجود في منتصف ال الرشتين عليهم ياي عمل عزم التحكم مرتبطة بمغناطيس بملف مع محول جهد ثم التوصيلة الرئيسية اللي هو المولد المغزي وملفات اقطابه ثم ملفات الاقطاب الرئيسية ثم الى ملفات المنتج ده تركيب النظري اللي حضرتك ممكن يقولك سؤال اشرح مع الرسم تركيب ونظرية عمل منظم الضغط براون بوفيري او بوفري في المولدات التوافقي دي كانت الاجابة بتاع السؤال اللي احنا بنقول عليها اللي بننظم الضغط بالاوتوماتيك كان زمان بنعملها عن طريق العامل يقدر يحرك المقاومة شمال او يمين بحيس يقلل او يزي تعالوا نشوف مع بعض بعد المقاومة عندي رد فقل عضو للسنتاج المفروض ان احنا مش هنشرحه لان حضراتكم خدتوه العام الماضي ولكن هنشرحه السنة دي لاسباب رد فقل عضو للسنتاج هو المجال الناشئ في ملفات المنتج نتيجة مرور طيار فيه والذي يتفاعل مع مجال الاقطاب مسببا تولد مجال مناطيسي محصل يتكون من مركبتين احدهما متعامدة والاخرى ركزوا او ابنانا او ابنانا في الكلمتين اللي جايين دول تساعد او تضاد مجال الاقطاب بحسب معامل قدرة الحمل الاجابة ايه بقى انا سكت الاجابة ليه ليه قلبي حسب معامل قدرة الحمل برافو النوع الحمل حمل مادي وحمل حسي وحمل سعب خدت بالكو احنا بنتكلم على ايه رد فيها العضو للسنتاج وده حسب قانون لينز بينشأ منين ملفات المنتج اللي انت بتستنتج بها قوات دفع كارابية مش بيمر فيها طيار فبينشأ مجال هذا المجال يسمى رد فيها العضو للسنتاج له كذا تأثير ثلاث تأثيرات ثلاث تأثيرات برافو برافو مادي حسي سعوي لو الحمل المادي تأثيره هيبقى بسيط هيعاكس ملفات الاقطاب بس سعاد مجال ملفات ازاي يعني هقول لك الجهد بيزيد ازاي هقول لحضرتك لسه من ديتين واخدين المنحنة الحمل السعوي الا وهو المكثفات الممنعات السعوية وطبعا حضرتكم العام الماضي واحنا بنذكر خدتوا الاحمال المادية للمقاومات لالار وخدنا كمان الملفات الممنعات التأثيرية او الاستنتاجية يعني الملفات الاكس ال اللي فيها معامل الحس الزاتي وكمان خدنا المكثف الممنعات السعوية الاكس سي بتساوي واحد على تعالوا نشوف بقى السؤال اللي هسأله بس من غير ما تبصه على الشاشة عايزة أقلل آثار رد فيها لعضو الاستنتاج صح اللي اتنين بناتنا وبناتنا طالعوا فيها ملفات الاخماد يا مصر ما احنا عارفنا من التركيب السيخ الاخماد حضرتك قلتها في بداية حلقات المولدات ملفات الاخماد التي توضع اسفل ملف حزاء القض وتقصر على نفسها حضرتك عملتها كد لا تغزى بأي طيار لا تغزى بأي طيار وتشبه القفى السنجاب في المحركات الاستنتاجية لا تمام مذاكرين طيب ممكن نكتبها تعالوا نشوفها مع بعض ولتقليل تأثير رديفة العضو الاستنتاج فانه يتم تركيب ملفات الاخماد في احزية الاقطاب وتقصر على نفسها او هتشوف حتشوف ملفات الاقماد بتبقى عاملة زي القفى السنجاب في السنك هتلاقي مكتوب عليه كده سينكريوس موتور جينيريتر يعني يعمل كمحرك توفقي ومولد توفقي حالات تحميل المولد ابناننا وبناتنا عندي ثلاث انواع من الحالات اولا حالة اللا حمل اتنين حالة الحمل الكامل تلاتة حالة القصر ودي هنتكلم فيها باستفادة عشان حضرتك ما تعملش اي حاجة في المعمل الا بالازن حالة اللا حمل بتستفيد من هاي لما بتشغل المولد ما بتحملوش بتشغله على الفاضي كده ولا ايه لا اللي ده انا بعرف يبقى حالة اللا حمل وظيفتها ايه معرفة انسب طيار للتغذية وانسب جهد للتشغيل ده حضرتك في الديزاينر في التصميم عشان حضرتك لما تنتج هذا المولد في مصانع المولدات بتكتب من برا طيار طيار التغذية دي سي كذا الجهد من كذا لكذا الرجل هو بياخد منك المولد بيبقى بيقرى هذه اللوحة بيمشي عليها حضرتك عمل التجربة في المصنع وفي المدارس معمولة في معمل تسعة وتسعين في المية من المدارس مصر الصناعية في المعملة اللي هي الوحدة الكاملة وإحنا ان شاء الله نشرح لكم معمل في التلفزيون يبقى حالة اللا حمل ببساطة بشغل المولد بدون طيار تغذية يبقى طيار التغذية بكام بصفر ألاقي شوية كهرباء اللي يضغط البسيط على أطراف المولد أقول لما يكون طيار التغذية بصفر قوة دفع كهرباء بسيطة اللي نتجه نتيجة وجود المغناطسية المتبقية في ملفات الأقطاب أبتدي غزي ملفات الأقطاب بطيار مستمر الجهد بيزيد أزود طيار التغذية الجهد يزيد إلى أن تصل ملفات الأقطاب لمرحلة التشبع مش فاهمها مرحلة التشبع هي المرحلة التي يصل أو تصل فيها ملفات الأقطاب مهما زاد طيار التغذية الجهد يسابت مهما زاد طيار التغذية الجهد يسابت الكلام ده له رسمة وله شرح شاشتنا بطلعه لنا منحنى اللاحمل تعالوا نشوف مع بعض كده منحنى اللاحمل شاشتنا عاملية ازاي هنا العلاقة بين القوة دفع كربية وطيار التغذية هو بدأ من هنا مفروض بيبدأ من بعد الصف بسنة صغيرة زود طيار التغذية جهد ماله زاد زود طيار التغذية جهد ماله زاد إلى أن تصل إلى مرحلة التشبع مهما زودت طيار التغذية الجهد بيزيد كمية بسيطة جدا مش فاهمها يعني حضرتك توضحنا أكتر عشان نفهمها حاضر لو عملنا جدول بالشكل ده أبنانا وبناتنا قادي طيار التغذية وقادي الجهد طيار التغذية لما كان بصفر حنفترض نفترض إن كمية الجهد هنا خمسة فولت حاجة بسيطة جدا ابتريدت غزي واحد فولت طيار مستمع واحد أمبير طيار مستمع رحمة الدين هنا خمستاشر فولت أقول لك بس خد بالك بقى الواحد أمبير بكام برافو عليكم والله أكبر برافو عليكم الواحد أمبير بعشرة صح لأن في خمسة عندي طالعين إن في معناطيسية متبقية ما ليش دعوا بيهم ده أنا بحسبهم بالزيادة طيب بروح تجايب هنا اتنين أمبير هيطلع لي كام خمسة وعشرين صح الدت تلاتة أمبير طيار مستمر الديني كام خمسة وتلاتين جي هنا رح مديني أربعة أمبير ما فو ديني خمسة واربير رح مديني أربعين ملاحظتش حاجة؟ أو مديني خمسة واربعين آه ابتالة بنسبة بعد ما كان الواحد أمبير بكام بعشرة ما احنا مدفيني في خمسة سبتين بتوع مغنسامة طبقية الواحد بقى يزيد عشرة اللي اتنين زاد فعلا أمال بعد كده إيه؟ قلت ابتالت هنا الجهد يقل كل ما زود تغذية الجهد عمالي إيه؟ يقل كده يبقى أنت دخلت بمرحلة برفع عليك مرحلة التشبع مرحلة الايه؟ التشبع وده اللي احنا قلناه على منحنة عندنا حنرسمه تاني منحنة عشان تشوفوه العلاقة بين طيارة تغذية وبنكتبها باللغة العربية وهي على شاشتنا باللغة الإنجليزية وجود المؤلد انت بدأت بعد هنا الصفر الجزئية الصغيرة ديت اللي هي نتيجة موجودة المؤلسة المتبقية في ملفات الأقطاب زودت واحد أمبير جود زاد زودت جود زاد زودت جود زاد إلى أن تصل ملفات الأقطاب لمرحلة التشبع مرحلة التشبع هي المرحلة التي عندها مهما زاد طيارة تغذية ثابتت قيمة القوى الدفعة الكهربية أو الجهد على أطراف المولد دي حالة إلا حمل تعالوا نشوف بقى حالة الحمل أبنانا وبنتنا بقى حالة الحملة يبقى فيها ثلاث أنواع قبل ما نقولها لازم نتذكر معناها حالة الحملة اللي بتعندك حملة مادي وحملة حسي وحملة سعوي الحمل المادي تيجنوا اكتبها طيب مين اللي يسابينا في الكتاب واحد ألف حمل مادي اللي هي المقاومات المادية واحد الطيار والجهد في اتفاق وجهي واحد صح اتنين زاوية الوجه بتساوي صفر صح تلاتة معامل القدرة بيساوي الواحد أو الوحدة لو انت عايز سرسمها رسمة تجاهة ولاك ده الطيار يبقى عليك جهدي هنا لو عايز سرسم الموجهة الجيبية بتاعتهم هتلاقيها كده بالشكل ده لو ده الطيار يبقى الجهدي ماشي معه أو العكس كلهم متطابقين الحمل المادي لمعنى عند تحميل المولد حمل مادي للمقاومات المادية المجال الناشئ طيب راف المجال اللي هو رد فعل عضو الاسنتاج طيب تمام المجال الناشئ في ملفات المنتج ما بيقصين رد فعل عضو الاسنتاج يضاد قليلا طيار أو مجال ملفات الاقطاب وبالتالي يقل الجهد قليلا كلما زاد الحمل المادي كلما زاد الحمل المادي طيب يقل الجهد قليلا في حالة الحمل المادي رقم اتنين الحمل الحصي أو التأثيري أو الاستنتاجي أو الملفات طبع الملفات بنظللها واحد أو ألف النسبالي الطيار ماله يتأخر عن الجهد بزاوية تسعين درجة صح رقم اتنين زاوية الوج تساوي صفر تأخر تلاتة معامل القدرة ألا وهو كوزين فاي أقل من الواحد الصحير ده معناها كبير قوي ده ده الحمل الحصي ده معناها كبير قوي إيه هو بقى قال لي الحمل الحصي اللي هي حضرتك ممكن تلمسها في البيوت عندنا كلها لو شغلت مطور المية ومطور الغسالة ومطور التلاجة وكل البيت شغل المواتير تلاقي الجهد يبتدى يقل يقل طبعا الشبكة بتعوض عشان تحافظ لك على الجهد لكن تلاقي الجهد بيقل ليه المجال الناشئ في ملفات المنتج رد فعل عضو للسنتاج يضاد ويعاكس مجال الأقطاب وبالتالي الجهد للمؤلد يقل كلما ذاد الحمل الحصي كلما ذاد الحمل الحصي طب عكس الكلام ده ما احنا عرفنا يا مصر هتقول للمكثفات هقول لك حاضر صح تعالى رقم تلاتة الحمل السعوي اللي هي المكثفات الرمز بتاعه عبارة عن لحين بالشكل ده هتقول لي رقم ألف الطيار ماله في الحمل الحصي كان يتأخر هنا اقول لك يتقدم عن الجهد بزاوية تسعين درجة رقم به زاوية الوجه بتساوي سفر التقدم رقم جيم معامل القدرة أكبر من الواحد الصحيح حالة الحمل فيها كم نوع تلاتة حمل ايه مادي وحث وسعوي الحمل المادي الطيار والضغط في اتفاق وجه واحد زاوية الوجه بتساوي صفر معامل قدرة بيساوي الواحد معنى ذلك أن الجهد يقل قليلا كلما زاد الحمل على المولد حمل ماد الحمل الحثي أو التأثيري أو الاستنتاجي اللي هي الملفات احنا قلنا المواتير على سبيل المثال أو التكيفات الطيارة تأخر عن الجهد بزاوية تسعين درجة زاوية الوجه صفر تأخر معامل القدرة أقل من الواحد الصحيح وبالتالي يقل الجهد كلما ذاد الحمل الحسي عكسه تماما الحمل الساوي اللي هي المكسفات تعالوا نشوف مع بعض كده المنحنى على شاشتنا بيقول لي لاحظوا كده معنا ايه ده ده احنا لسه واغدين اقول لك صح تمام ده انسب طيار تغذية وانسب جهد او اللي هو بالنقط ده بالنسبة لي كوزين فاي بيتساوي واحد هتلاقي هنا الجهد بيقل بس بيقل لحاجة زيارة قلنا لان هنا احمال مادية تبلو احمال حسية بص هنا بالنسبة للجهد بيعمل ايه بيقل جامد لان معامل القدرة متأخر تبلو هنا الباور فاكتور متقدم معامل قدرة متقدم يبقى الاحمال السعوية مكثفات كده بقى انا عندي في حالة الحمل الكامل يتوقف جهد المولد على ثلاث انواع الحمل المادي والحمل الحثي والحمل السعوي اخر حالة في حلقتنا النهاردة حالة القصر نصيحة لجميع ابنائنا وبناتنا وتركزوا معايا على الشاشة وانا بقولها لا يجب عمل تجربة القصر الا في وجود مدرسك تماما تجربة القصر معناها انك تعمل شرط قصر على الملفات هذا الشرط قصر او معنى زي منقولها بالبلد كده في الافلة غلط ليه حضرتك التجربة دي عشان تعملها لو المولد عندك ميت فولت تعملها على خمسة فولت بس لان جهة القصر او طيار القصر يعادل عشرين مرة من طيار الحمل العادي ولذلك لابد عند اجراءها المدرس يكون وقف دي من قواعد الامام في حالة القصر وهي بنحاول من يعملهاش كتير حفاظا على الاكهزة لكن ممكن تتعامل لو الجهد عندك للبلتاميتر عندك تلتمائة وتمانين اعمله على خمسة فولت او خمسة امبير وعندك المولد عندك بالنسبة لك بيدي لي مئة امبير اعمله على اتنين امبير حفاظا على المولد دي حالة القصر المفروض حضراتكم دي تنبيه عام ومهم جدا ابنائنا وبناتنا بنكون بحالات تحميل المولد حالة الحمل واللا حمل وحالة القصر يكون قد وصلنا الى نهاية حالة اليوم يارب بنكون اسعدناكم وبالتوفيق لكم جميعا والى اللقاء في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا